هنعمل وصفة سريعة قوي لو حبيت أعمله فطاير سريعة كده للفطار جنب جبنة جنب حاجة مش شرط يعني كله عيش 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 يعني مش شرط ممكن نعمل حاجة كده سريعة وبسيطة قوي تتعامل بأدين على فكرة مش محتاجة حتى عجان لكن أنا بعملها في العجان بس عشان الوقت يبقى مساعد معاي إن أنا قادر أخلطها على طول عشان في الإيد بتاخد شوية وقت تعالوا كده نزل هي فطاير سريعة حلوة قوي هتتعامل باللبن عندي للفطاير الجميلة دي مقلية كباية لبن معلقة من الباكينج باودر معلقة ملح كبايتين ونص من الدقيق يبقى هي دي بس الفطاير بتاعتي أفضل إن اللبن يبقى لبن دافي مثلا وعندي زي ما قلنا معلقة ملح أخد كده الملح هنا على الدقيق وأحط الباكينج باودر هنقلب ودي اللبن فطاير سريعة وبسيطة كانوا زمان بيعملوها نحط عليها الجبنة البيضة ونوعد ناكلها كده حلوة قوي بسم الله هاخد كمية الدقيق دي اللي خلطنا عليها الباكينج باودر ومعانا كمية اللبن هنحط شوية شوية عشان نبقى بس إيه مع بعض بسم الله قادرين نتحكم في السوية اشتركوا في القناة هنحط بقى شوية زيت على النار بسيطة وسهلة قوي تعالوا كده نشوف بسم الله رحمن رحيم يا سلام عاجينة مثالية تعالوا بقى اخد شوية دقيق بسم الله اهو الاول كده ايه بيدي بس عشان الكمة بس كده لحد ما تبقى عجينة كده جميلة معايا عجينة من العجان السهلة قوي الجميلة فعلا حاجات بسيطة وسهلة اللي ولاد على فكرة يقدروا يتعلموها في الصيف لانه ما بيدخلوش المطبخ خالص فلازم نعوضه من دلوقتي لانه لا محالة يارب تكون دكتوراه واخده خمسين دكتوراه واربعين ماجستير واخده بطولات العالم كله بس لازم لازم يبقى فيه قنصة انه يبقى عندها خلفية عن المطبخ انا عارفني فيه ناس ممكن تكون مش بتحب الفكرة بس والله اكتر ناس يعني نجحت في المطبخ هم اكتر ناس ما كانوش بيحبوا المطبخ فيه ناس كتير قوي كده لكن بيعملوا ده علشان ده دورهم وده واجبهم وحبين يسعيدوا أسرتهم بجد يعني بصوا بقى هاخد كده مفوت ترتاح شوية كده اللبن افضل انه يكون دافي انا عندي الستوديو بيبقى تلجي الحقيقة فالدنيا بتبقى يعني ايه الحاجة بسرعة فانا عايزة بس اوري حضراتكم بشكل سريع تاني ماشي شكرا للمحمد تسلم ايدك دي واحدة مرتاحة هي خدت رحيتها بصوا بريحها ما بعملش حاجة باني بريح نفس العجين بس ايه هزا ما ولي حضراتكم انا عملتها ازاي كده اهي وهبدأ اخدها كده فاش اي حاجة هسيبها ترتاح في الطبق ده هي بافياش غير باكاين باوتر اهي هغطيها واسبها نص ساعة ربع ساعة تلت ساعة على حسب واخد دي ونفرد باكا كده ونفرد باكا كده بنا الشابة بسم الله من ناحيتين ونفضي باكا لدي ايه زيادة ده تعالوا كده عندي طاصة فيها زيت بسخنها كده وناخد انا مش عايز اعمل حاجة انا عايز اعملها اشكال عادية يعني مربعة مستطيلة قطعة مربعات صغيرة لان انا عايزها فطايل كده صغنونة كده وخلاص قد ما انتو حابين يعني كده خانيني قطفي بس العين دي مديني اوكي شايفين حضراتكو ازاي اهو حاطر كده اهو يالله بنا تعالوا بقا بسم الله اهو ماشي حضعيب كانوا لسه منذية واحدة كباس دقيقية ماشي هساوي دول عشان عايز اطلاهم اشبه بعض بجمعهم تاني وبعملهم بعد كده ايه كرة واحدة لازم اسيبهم استحال حضراتكو تعرفوا ترجعهم دلوقتي زي بعض يعني مع بعض تعجينوهم دلوقتي صعب لازم تكلفتوهم كده واتسبوهم شوية يرجعوا تاني كما كان وهناخد كده مثلا افطارد يعني انا عايزة اعملها الشكل ده مثلا هاجز شبه دي كده دي كويسة بالنسباني انا ممكن ااكل بيها الجبنة الصباح هليني اجرب بس يا رب يكون الزيت تمام ان شاء الله يبقى تمام كده بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كده ونشوف بقى اخبار هاي بسم الله بسم الله بسم الله . . . . . . . بس بالروحة شايفين فطاير جميلة جداً وسهلة قوي بسم الله الرحمن الرحيم ماهي رأيكم؟ بسم الله انتو نمت ولا يا ولاد؟ انتو موجودين دايماً لحبيب قلب شايفين ادي الفطاير شوفوا جميلة وسريعة وحلوة ازاي؟ ماء احلاها ماشي بس ماهدي من العطار جاهزة بقى الفانكوش؟ ماهي عرفوش؟ اف امكوش انا بحب الفيلم دا جداً خلي بالك طيب ناخد بقى كده ممكن ايه الحاجات الحلوة دي تطلع هنا كده بسم الله بصوا ايه الجمال ده شايفين يا سلام بقى لما نقف نعمل شوية حاجات كده الصبح تطلع حبة كده سخنين عملوه بقى جنب لبنة جنب جبنة بيضة جنب حاجة بقى يعني تعجب حضراتكو هتبقى رائعة جدا مش عايز اعمل كتير عشان اعرف اكورها يعني احط عليها الزيت كايز شايفين بقى بتبقى عاملة ازاي اهو بس ترتاح شوية تيكينج بودر كوباية لبن كوبايتين ونص من الدقيق عملنا شوية العجينة اللي حضراتكو شايفينها دول سبناها ترتاح تسلم ايديك وعنيك يا رب مرسي عايزين بقى تخلوها شبه العيش البوري حطولها شوية سميت بس بوسة بس كده وقربوا قولولي ودعولي اهم حاجة دعوة اللي من القلب دي بصوا الجمال بسم الله اهي عايزين بقى على فكرة العجين دي او العجينة البسيطة دي تقدروا تحشوها حاجات بسيطة او وتطلع جميلة ممكن جيب نبيضة ممكن اي حاجة اي حاجة بالاعشاف زي ما انتو هتحبو اهو شايفين الجمال يبقى كوبايتين ونص دقيق مع علاقة بيكينج باودر كوباية لبن اعملت لينها الفطايرة الحلوة اللي حضراتكو شايفينها دي تكلوها حادق عايزين تزودولها شوية سكر مع اللبن وتعملوها للحلو براحتكو اللي انتو عاوزينه الاختيار يرجع لحضراتكو تسلم ايديك وعينيك يا رب ودي اللي احنا عاملينهم قبل كده وايه طبعا اللون زي ما انتو عايزين انا بصراحة يعني حب اللون الدهبي الفاتح حبه قوي تبدي كده شكله رونك جميل وطبعا صحة وهنا على قلب حضراتكو بصراحة يعني مع الجبنة البيضة انا بحبها بصراحة ودلوقتي بقى احنا خلاص هنطلع على الحب الحلوين دول باسم الله ماشاء الله اهم شايفين الجمال الله 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 ماشاء الله وطبعا يا رب تكون الوصفات نالت اعجاب حضراتكو عايزين تخلوها كريسبي كده وليها تاستحال شوية سميت بسبوسة